مجدداً إيران تحت طائلات العقوبات الأمريكية حزمة عقوبات تتضمن حظراً على مشتريات إيران بالدولار الأمريكي وتجارتها في المعادن والفحم وبعض البرمجيات والقطاع الصناعي واشنطن التي انسحبت قبل شهور من الاتفاق نووي مع إيران تهدف بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيدر ناويرت إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض وإبرام اتفاق جديد يشمل برنامج إيران نووي والصاروخي والدعم الإيراني للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وسائل الإعلام الإيرانية أبدت شيئاً من اللامبالات إزاء العقوبات وأبرزت أنباء عن تعاف جزئي للعملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكية بعد إقالة رئيس البنك المركزي منورة إعلامية ربما لا تصمد بعد تصريحات إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني التي اعترف فيها بتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الإيراني وبحسب محللين فإن العقوبات الأمريكية من شأنها أن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران إذ يتوقع أن يفقد الريال الإيراني المزيد من قيمته الشرائية كما يتوقع أن يعزف المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في إيران فضلا عن سحب استثمارات قائمة بالفعل كل ذلك من شأنه أن يزيد الضغوط على النظام الإيراني لسيما بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في شهر تشرين الثاني المقبل في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي باتت تنادي بإسقاط النظام برمته غير أن ثمة من يرى من المحللين رأياً آخر فإيران عملياً تواجه عقوبات أمريكية متنوعة منذ أربعة عقود نهيك عن أن معادلات القوة هذه المرة تختلف فالاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وفعل قانوناً يحمي شركاته من التأثير الثانوي للعقوبات على الشركات الأوروبية العاملة بإيران بل إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكي موغيريني أكدت أن الأوروبيين وحدهم يحق لهم تحديد الطرف الذي يتعاملون معه من جهة أخرى فإن كل من روسيا والصين وتركيا أعلنت مواصلتها التعامل مع إيران وعدم التزامها بالعقوبات فهل ينجو نظام طهران من الفخ الأمريكي؟